الاسبوع اللي فات ضجة كبيرة جداً هزة في المجتمع المصري تلات حوادث يعبروا عن اللي احنا وصلنا له من العم في الأسر الحادثة الأولى زوج يتفق مع أحد الأشخاص على إنه يقتل زوجته اللي هي يعني القضية اللي اشتهرت بطالبة طلخة حادثة التانية ابنه و أمه يتفقوا على قتل أبوه اللي هو زوجها حادثة التالتة أم تقتل ولدها إيه اللي بيحصل ده و ليه أنا مش بسرد لك الحوادث دي و بقولها لك عشان أفكرك بيها ده أنا عايز أقول ليه إحنا كمجتمع مصري دخلنا في قضايا العم في الأسر دي و ليه ماهتمناش نعمل تحليل يا ترى هالحوادث دي بتحصل من زمن و ما كانش الأول عشان ما فيش مواقع تواصل اجتماعي الناس مش حاسة بيها و ما بتعرفهاش و دلوقتي عشان فيه مواقع تواصل اجتماعي فالناس بقيت تعرف ولا دي حاجة جديدة علينا ولا إيه الحكاية تعال أحكي لك الحكاية مثلا الموضوع بتاع طاليب الطلخ ده زوج يبدو من قراءتي للمسألة و أنا راجل محامي قديم يعني إن الراجل تقريبا نتجاوز غصب عنه لأنه قال في أخواله إيه قال إن أنا بعد ما اتجوزت ارتبطت بواحدة كان بتتردد عليها في المحل عاطفيا والحقيقة كنت عايزة اتجوزها بس أهلي رفضوا و قالوا لي لأ ده ستة اللي معاك دي ستة كويسة فجات في دماغه فكرة شيطانية يعمل إيه بقى هو يجيب واحد و يقول له تعالى اطلع البيت عشان تختصب مراتي و في الآخر يتهمها في شرفها و سمعته إيه الفجر ده للدرجة دي ناس بتفكر كده وجاب الفكرة دي منين و وصلها إزاي في الآخر بقت جريمة قتل هو عمل ده ليه عشان يتخلص من مراته أو يتخلص من الزبطة بياخر كنت تطلقها لكن بيقاهل في الكواليس و من خلال التحقيقات إنه هو ضعيف الشخصية و إنه هو أهله أرغموه و إنه هو كان كاتب مؤخر و حكات كتيرة يعني قصص كبيرة جد طب يا جماعة ياللي بتجوزوا ولادكو النهاردة ما تختاروا كويس مش بالضرورة يكون معاه فلوس أهو ده ما عنده محل عمل إيه بقى المحل و عمل إيه المؤخر و عملت الفلوس ضاعت البنت في شربة مية نتيجة واحد مستهتر فاشل لأنه هو فكر أفكار شيطانية أدي واحد عمل ده نتيجة إنه هو عايز تخلص من مرافق يا أخي كنت طلقها لكن مع الأسف طبعا عمل جريمة بشعة بشعة ما تقررتش في مصر كتير و ما سمعناهاش قبل كتير طيب أمه و ابنها يتفقوا يتخلصوا من أبوه اللي هو رب الأسرة عشان قال إيه تتبعد العلاقات بينهم بيدربهم و يعزمهم وبخيلوا ما بيصرفش إيه ده؟ و احنا وصلنا لده إزاي؟ وصلنا إنه أمه و ابنها يتفقوا عشان يجيبوا بلتجية يقولوا الراجل لقوا بص تحس إنه فيلم سينما قال إيه؟ الولد بعد ما الأسرة نامت دخلوا عليهم تلاتة البيت هددوهم دخلوا على الراجل قتلوه إيه ده؟ إحنا بقى إيه نتفكر في الكلام ده إزاي و بيجيبوا منين؟ يا طرى الدراما ولا يا طرى انفتاحنا على السوشيال ميديا ولا إيه اللي وصل لاله ده ولا بقى عندنا مرض نفسي الحاجة الأغرب من كده ولو إنها اتعملت قبل كده إنه أم تقتل ولادها ليه؟ يا ستي تقتل يوم ليه؟ أصل أنا كنت على خلافات زوجية مع أبوهم لو أجوزي فخلاص زيت من حياتي فقلت اتخلص منه من كنت عايزة انتحر بس غيرت رأيه إيه الكلام فارغ ده؟ يا جماعة إحنا محتاجين جهة تعمل تحليل ورصد لهذه الجرائم متحللها إحنا رايحين على فين؟ تلات جرائم النوع عادي في اسبوع رايحين على فين؟ يا علماء الطب النفسي يا علماء الاجتماع أغيسونا علمكم فين؟ فيه دونة بعلمكم ولولنا الشخصية المصرية رايح على فين؟ إحنا رايحين على فين؟ جرائم زي دي تهز الرأي العام يا ترى ده نتيجة أعادتنا في البيت وكرونا الضغط النفسي بس برضو ما كلنا أعادنا في البيت وكلنا ما تأثرنا نفسي لكن مين فينا جروا على ارتكاب جريمة بهذه البشاعة؟ حقيقة أنا بتكلف الموضوع ده أنا مددق جداً مستق جداً سأقولك إيه؟ ما هو؟ ده اللي حصل ده الواقع ثلاث جرائم أنا باعتبرهم أقوى من زلزال 92 بجد زلزال لازم ننتبه ونقف ونفكر ويكون عندنا جهة ترصد تحلل تقول نعلك ده إزاي؟ عشان ما يبقاش فيه تكرار وعشان الناس ما تقلقوا وعايز كمان في حالة ثبوت ارتكاب هذي الجرايم تكون العقوبة ردعة عشان كل واحد يفكر بدل المرة ألف عشان دي جريمة بتوجع المجتمع المصري مش بتوجع صحابها لس بتهز المجتمع طيب برضو تاني ما بنحرمش التنمر من فترة كان فيه طفل سوداني اسمه جون في منطقة حداي القبة وشوية شباب هو أصمر اتنمروا عليه والدولة جابت جون وقالت له ما تزعلش يا جون مش نسكب بقى ونبطل؟ لا برضو ينتشر تاني على مواقع التواصل الاجتماعي نائل بقى قصة جديدة برضو تنمر علشان طفل أصمر البشر احنا علمنا ولادنا التنمر لازم ننتبه يا جماعة ووصلنا الفين هو؟ وصلنا ان ولادنا بقى تتنمر على واحد أصمر البشر وحصلت على فكرة وبمشاهير ده التنمر وصل لحد ان فيه ناس بقى تتنمر على الفنانين حتى احنا مسلمناش بالتنمر احنا هنا خلاص جنرالات على الكيبورد نقعد ديب 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 نكتر اجتم يا عام اتنمر يا عام بقت هواية لازم ننتبه اللي انت بتعمله ده بيعمل ايه في الطرف الآخر؟ يعني انت تسببت في قوة ده؟ ربنا يا رب ما تكتبها على حد ويا رب ما تكون جات لنايل نفسه انك انت حطيته في وضع صعب ليه؟ ليه؟ الحقيقة انا بتمنى وانا عارف ان السادة المستشار الناقي بالعام هيبقى صباق عن ندائي بهذا الامر زي ما قبل كده الولاد اللي عملوا مع جون نفس التنمر الولاد دول يتعقبوا لان بقى المراتي لازم يكون في عقوبة رضعة رضعة ليه؟ عشان ما يتكررش الكلام ده تاني ترجمة نانسي قنقر